إسقاط نظام الملالي نهاية الحروب والإرهاب في الشرق الأوسط ندوة نظمتها في العصمة الفرنسية باريس لجنة التضامن العربي الإسلامي مع المقاومة الإيرانية بهدف تسليط الضو على أساس الإرهاب ومنبع الطائفية والفوضى ألا وهو نظام الملالي الذي يسعى بكل السبل لتصدير الثورة تنفيذا لوصية الخميني وبالتالي خلق الحروب وتهديد أمن المنطقة والعالم أجمع من سلب استراتيجية النظام الإيراني التدخل في البلدان الملالي لهذا السبب نحن نقول اليوم نحن وإخواننا العرب والمختصين من بلدان الغربية والسياسيون من بلدان الغربية نحن نريد أن نقول أطرد نظام الإيراني من المنطقة نحن نحاول أن نجعل حرس السوري على قائمة الإرهاب نحن نحاول ترد حرس السوري من المنطقة و هذا مقدمتون و هذا يدل أن النظام الإيراني إن شاء الله سيسقط قريبا المشاركون أكدوا أن الحضارة العربية والفارسية متداخلة ولكن أيدلوجية نظام الملالي تقوم على العداء للشعوب العربية وزرع الفوضى والطائفية والتفرقة بين العرب نظام الملالي أصبح مو بس عدو الشعوب الإيرانية والشعوب الإيرانية بس أصبح عدو لشعوب الدول الجوار الإقليمية والعالم النظام الملالي في طهران هو رأس الأفعى هو من يقوم بتصدير الإرهاب هو من يقوم بتمويل الإرهاب هو من يقوم بدعم الإرهاب فبالتالي رسالتنا إلى العالم و رسالتنا للمؤتمر من خلال كلمتنا اليوم التي ألقناها في الحقيقة هي إسقاط نظام الملالي في طهران سرطان نظام الملالي يشكل خطرا وجوديا متزايدا على العديد من دول المنطقة في سوريا و لبنان و اليمن و العراق وقد أزهقت ملايين الأرواح بسبب هذا النظام الدموي الذي بإسقاطه ستنتهي الحروب والإرهاب إسقاط نظام الملالي نهاية الحروب والإرهاب في المنطقة عنوان لخص معاناة سنوات طويلة من الحروب والإرهاب والفكر المتطرف معاناة بات العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى وضع حد لها خالد الخالد الإخبارية باريس